السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة عمل معيكم احلى كاني لوني طحفة بجد وروع ويلا نبتدي في الوصفة ونشوف مكوناتها مع بعض معي هنا ثلاث كبات من الدقيق تمام ومعي ثلاث كبات من المية ومعي ثلاث بدوت ومعي معلقة من السكر صغيرة ومعي معلقة صغيرة من الملح تمام ممكن طبعا هو الطريقة الصحيحة للكرب تلاتة لبن تلاتة دقيق تلاتة بيت اه لكن انا غيرت بدل اللبن حطيت مية هنا علشان خاطر انا عايزاي بقى في عرق كده شادت شوية مش عايزاي بقى طاري خالص بس بيقى جميل جدا وبقى طعم مطحفة بالطريقتين بس انا بحب اضيف له زي ما قلتلكم ايه المية في الطريقة دي في الزات في الكانيلوني يلا بقى نبتدي مع بعض وريكو هعمل ايه نزلت خلاص السكر ونزلت الملح تمام وهقلب كل المكونات الجافة مع بعضها هبدأ انزل بالمية كوباية الدقيق لها كوباية مية لها بضوية او كوباية لبن اللي يحب يضيفها وعلى فكرة الطريقة دي بتاعت المحلات برا بيضيفوا دايما المية بتدي معهم بتخلي الكربية نشفة وجميلة جدا تمام كده خلاص دفت المية وزي ما قلتلكم برضو اللي يحب يضيف اللبن زي ما هو عايز معي الطريقتين موجودين اللي يحب كده يعمل اللي يحب بيت المية يعمل تمام هقلبها معاكو زي ما انتو شايفين كده بالمضرب السلك لحد ما تبقى عجينة سيلة تمام وكده خلاص العجينة خلصت معي ونزل عليها البيض بعد ما ضربت المية مع الدقيق ونزلت عليها مع علاقة السكر ومع علاقة الملح ادي معي اول بيضة تانية وكده معي تالت بيضة هضربهم برضو مع المكونات بتاعتي بجد الوصفة دي جميلة يريد تجربوها احلى طريقة للكادي لوني احلى من البشاميلة الواحد وخالص هوريكوا لصة طبعا المكونات مع بعض وهتشوفوا عمل اي خطو خطو تمام كده العجينة جاهزة معي ومعي حاجة خفيفة خلص من الفلفل الاسمر عشان زفرت البيض هنا بقى معي طوصة عن نارها دي هزيد بسيط هبدأ انزل العجينة معيكوا في قلب الطوصة هوريهلكوا خطوة خطوة بنزلها كده بيكون الطوصة سخنة طبعا بصور خاطر تمسك العجينة وابدأ ايه افردها بأدية كده زي ما انتم شايفين تمام بوزحها كده بالطوصة بأدية بس كده هسيبها لحد ما تتماسك وتبدأ العجينة تستوي واللون الابيض دي يروح شايفين معي بدأ خالص يمشي هتبدأ تستوي من تحت وهقلبها وورها لكم تتقلب معي بكل سهولة خالص سهلة جدا جربوها ما تخافوش خالص دي واحدة عملتها قبل ديت جميلة جدا وانا هبدأ قلبها معاكم بدأت تستوي معي هسيبها برضو على الوش التاني لحد ما تحمر هقلبها برضو تمام لسه عايز استنى شوية نقلت وراها لكم خطوة بخطوة ما استعجلتش الفيديو عشان تشوفوا طريقة سواها كاملة معاكم ماردتش هستعجل واقفل الفيديو وايدو تمام شفتو لها عريق جدا جميل مش طريقة خالص طلعتها وعمل واحدة تانية كمان معاكم ده انت معي هنا معلقة من الزيت بس احتفل الطاصة وهبدأ انزل بالعجين تمام كده وهبدأ برضو وزحها بالطاصة زي ما واردكو في الاولانية مش هستنى بقى لما دي تستوي انا واردكو خالص طريقة سواها انا بواردكو برضو طريقة مرة تانية لفرد الكربية تمام كده هقلبها معاكم تمام كده وكده خلصتو اعتبر استوت معي هبدأ اطلحها تمام كده هنا دي الكمية بتاعتي كلها بعد ما خلصتها ولفتها بوراء استريتش عشان ما تنشفش لحد ما اجي اعمل خطوات بتاعتها بتاعت الفريخ هنا معي توصى ونزلت فيها معلقتين من الزيت وهبدأ انزل الفريخ مع الطعم وقعبات صغيرة دي الحشوة بتاعتها هديها صدمة مع الزيت الاول تمام ناخد بالنا عشان بتعمل طرطشة جمدة لان الفريخ بتوقفها سوي البسيطة هي اللي بدخلها تعمل الطرطشة دي هبدأ اقلبها زي ما انتم شايفين معي لحد ما لونها يغير بدأت تغير معي هاي لو تاخد بالكو تمام هبدأ انزل عليها بالفلفل الاصمر والملح بدي اخد روحة حلوة جدا تمام كده بجد الطريقة دي حلوة جدا ودي نزلت معاكم الملح حاجة وسيلة عشان تبقاش حدقة تمام كده هقلب معاكم برضو نزلت شوية كمال الفلفل الاصمر محتاجة شوية كمال نزلتوهم يعني بتاع نص معلقة هسيبها تاخد لون مع الزيت زي ما انتم شايفين معايا كده هافضل اقلب فيها شوية تمام هنا معايا البصل والفلفل هبدأ انزلهم مقطع هنا البصل كبير شوية مش هايزل لو الصغير خالص بيخلي الحشو مع السلة وجميلة جدا بتبقى احلى كتير من المفروم النعم بتدي طعم احلى ياريت تجربوها برضو تمام كده هافضل اشوح البصل شوية وديتها هنا حاجة بسيطة خالص من السكر عشان البصلوية تمام هسيبها لما تاخد من طعم بعضها وهنا معايا طماط مية وطعم بقعبة صغيرة عشان تديها لون احمر بسيط كده جميل تمام بس بجد جميلة حتى اللون يشاهي و جميل جدا هقلبها نزلت الطواب بتاعتها بديتها معايا صغيرة برضو من البهرات ونزلت على مقعب من المرء الدجاج بيديها نكهة وطعم كويس برضو وبيزود من طعمها تمام كده وبدأت اهيت تدي لون معايا والحاجة بتاع الاكل اللي فيها المكونات اللي فيها تنزل حاجتها معايا هنا ربع كوباية من المية هنزلها واسيبها لما تغلي مع بعضها كويس جدا تسبب كويس جدا هبدأ كده يعلي عليها النار بعد ما وطتها وطيت النار عليها شوية وكده خلاص هقفل عليها بنشف السوائل منها جامد مش عايزة فيها اي سوائل بيجد بقى جميلة وشايفين اللونها حلو والطعم كمان رائع يا رب تعجبكم هبدأ افضيها وهنا معايا برضو في نفس الطوصة عامل سوس طماطم عادي جدا مفوش اي حاجة غير صالصة طماطم ومعلاقة من الزيل هسيبهم لما يتسبكوا مع بعض وديتها رشة من الفلفل اصمر ومعلاقة صغيرة من نص معلاقة من الملح ونص معلاقة من السكر تمام هسيبها لما تسبك هنا وعمل معايا خصوص البشاميل بجد وصفة جميلة كل المكونات بتاعتها بتدي طعم وتزود من طعمها بجد بجد بتبقى رؤيا هنا معايا الزبدة هنزل عليها معلقتين من الزبدة عليها معلقتين من الدقيق تمام هبدأ اقلبهم تمام كده زي ما انتوا شايفين معايا خلاص تعتبر بتغلي واول ما ديه طلع ريحته زي ما احنا عارفين في البشاميل بيبدأ اديله اللبن معايا هنا كوبايتين من اللبن على المعلقتين الدقيق لكل معلقة الدقيق على كوباية من اللبن هنا هبضل اقلب فيه لحد ما السوس يتقل معايا شايفين بدأ يتقل خالص ولونه كريمي وجميل جدا رائع بجد جربوها اتعجبك جدا جدا كده خلاص اعتبر السوس خالص معايا هبدأ اقفل عليه تمام كده جميل بجد والله اديته نص معلقة صغيرة من الملح ومتقطروش الملح لان كل حاجة فيها ملحها عشان متطلعش حدقى معايا كده كل المكونات جاهزة معايا معايا الكريب معايا الحشو معايا البشاميل معايا الصلصة هبدأ احشر الكريب معايا اول حاجة هنا هنزل كبشة من البشاميل في قلب اللصانية ووزحها بجد تكاية الصلصة دي بيتغير من طعم اللي كان اللوني خالص بيبقى احلى ما يكون بشاملة بس بجد بجد رقع جربوها هياجبك جدا هنا معايا الحشوة حطيتها في قلب الكريب هبدأ ألفه ورول زي ما انت شايفين معايا وهبدأ احطه قلب الصانية تمام هعمل معاك واحدة كمان بالشكل دوت وهلفها برضو رول ممكن بقى اللم التروف زي ما احنا عملتها لكم عملت لكم الشكلين بس تكملني الكريب بي عملها صغيرة فمش مساعدين يما ممكن تعملوها طويلة زي ما انا وردها لكم وهنا بعد ما خلصت كل الكمية هبدأ انزل الصلصة اللي انا عملتها معاكو مفيش اي اضافات فيها غير الطماطم والزيت والسكر والملح والفلفل الاصمر هبدأ انزلها كلها كده على وش الكانيلوني بيغل الطعم بجد رائع شوفوا انتو الصلصة مع البشاميل اللي بيعمل ايه بيديك طعم واهم جربوها احلم البشاميل الواحده خالص البشاميل الواحده مبيديش نفس الطعمة بتاعت الصلصة معاها هبدأ هنا انزل البشاميل تمام هبدأ انزل الكمية كلها وهو اوزعه تمام تمام هبدأ اوزعه معاكو بالمعلقة شايفين بيختلط ازاي بالسلصة بجد جميلة السلصة مع البشاميل لحاجة وهم هيعجبكو جدا ياريت جربو الوصفة دي بجد جميلة اصدقوني احلم البشاميل الواحده بكتير مع طبق الصلطة الخضرة مش قادر اقول لكم هنا هدفله شوية من الجبن الميكس او المونزاريلا على الوش عشان تديني لون مش اكتر مع اني اصال لونها جميل حتى انا مش هكطر لها الجبن لاني الصراحة هي هتعمل لون جميل لوحدها عشان التماطم اللي معيها وهنا خرجت معي من الفرن شايفين جميلة ازاي احطتها على درجة حرارة عالية واسبتها لحد ما احمرت معي خدت بتاع نص ساعة بس بجد جميلة زي ما انتوا شايفين والطعم رائع بجد جربوها تعجبكو جدا متنسونوش في اللايك وفي الشير والسبسكريب